منذ أسابيع تستعد فصائل الحجد الشعبي لاستعراض ضخم كان من المفترض أن يجرى في ذكرى صدور فتوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في الثالث عشر من شهر يونيو قبل أن يتم تأجيله لأسباب عدة الاستعراض الذي يجري في معسكر الشهيد أبو منتظر لمحمداوي وهو نفسه معسكر أشرف الذي كان يضم مقاتلين من حركة مجاهدي خلق الإيرانية في محافظة ديالا في ثمانينيات القرن الماضي يشهد مشاركة عدة فصائل من بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء وقبيل الاستعراض المركزي استعراضت الفصائل عدة طائرات مسيرة إيرانية الصنع إضافة إلى دبابات تي اثنين وسبعين وصواريخ متوسطة المدى فضلا عن مدافع وأسلحة هجومية مختلفة غالبيتها إيرانية الصنع أيضا وبحسب مراقبه للشأن السياسي فإن وجود طائرات مسيرة قاصفة شبيهة بتلك الموجودة في اليمن المعروفة باسم صما ثلاثة وكذلك الصواريخ متوسطة المدى تبث برسائل غير مريحة لدول الجوار وتحديدا السعودية كما ويجهد الاستعراض بحسب بيان صادر من حيئة الحجد الشعبي حضور قيادات وعوائل للشهداء إضافة إلى شخصيات دينية وثقافية واجتماعية في وقت لم تعلم فيه رئاسة الحكومة بشكل صريح عن حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاستعراض